السلام عليكم و مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناة عالم عواطف كان سمنى انكم تكونوا بخير و على خير و باحسن احوال و اليوم ان شاء الله غدي نشارك معاكم مخمار بالدقيق الكامل كيجي رائع بالساف كيف ما كتشوفوا معايا انه كي تنفخ وهدي هي الحاجة المهمة في المخمار فكيجي خفيف سبق لي وشاركتوا معاكم بالدقيق الابيض والدقيق ديال الفينو غادي نخلي لكم الرابط ديال وصفة في صندوق الوصف حتى هي وصفة اللي ناجحة بثاف و كيف ما كتشوفوا معايا هدا فانه درت الحجم ديالو كبير وبتابعة الحال انتم متقدرو تديروه بالحجم اللي بغيتو و غادي ندوزو دابا باش غادي نشوفوا المكونات مع الطريقة ديال تحضير فغادي نعبر معاكم الدقيق بزلافة اللي كنشربوه فيها الحريرة فغادي ندير زلافة ديال دقيق القمح الصلب و هو اللي كنسميه في المغرب الفينو او الساميد اللي ناعم جدا و جز لايف ديال الدقيق الابيض و زلافة و نصف ديال دقيق القمح الكامل اللي هو دقيق القمح بالنخالة ديالو و غادي نديف لهم ملعقة كبيرة ديال السكر حبيبات و الملح اللي غادي يبقى حسب الدوك اللي بغت تحضر هاد المخمار هادا غير بالدقيق الابيض و دقيق القمح الصلب اللي هو وزع ماء الفينو فغادي ندير جز لايف ديال دقيق الابيض مع زلافة ديال دقيق ديال الفينو وباقي المراحل كسبقة هي نفسها فغادي نبقى لكم الاختيار هنا من اللي خلطهاك هاد النواشي فدرت فراغ في الوسط و غادي ندير فيه ملعقة كبيرة اللي مملوءة من خميرة الخبز و غادي نضيف الماء دافئ باش غادي نعجنه العجين بالنسبة للماء يكون دافئ فقط ما يكون سخون بزاف هاكا باش ما يبطلش لنا المفعول ديال الخميرة وتفسد لنا العجين غادي نبقى كنضيف الماء تدريجيا و كنعجل العجين ديالي هنا اللي بغت تعجن بيدها تعجن و اللي عندها العجانة و بغت تستعملها فغادي بقى لكم الاختيار كالمقاك نضيف الماء تدريجيا حتى غادي تشكل عندي العجين من بعد غادي ندلكها مزيان حتى غادي نحصل على العجين اللي غادي تكون رطبة و في نفس الوقت ما تلتها سقش في اليدين هنا انا راني جمعتها و دلكتها مزيان و غادي نشوفوا معي القوام دياله قصها تجينا بحالك تكون رطبة و ما تلتها سقش في اليدين فهنا العجين عندي واجدة فغادي نحطها جانبا و غادي نغطيها و نخليها ترتاح لمدة ديال 5 دقايق فقط و نكمل التحضير بالنسبة للبنات اللي كيسولوني على الدقيق انا ملين كان ناخده فكن ناخده من اليدل حتى الدقيق الابيات حتى هو كنناخد ديال و الدقيق ديال في نوره السبق لي كنت شاركتو معاكم بريشكم الصورة دياله في واحد الفيديو حتى هو ديال البطبط غادي تشوفوه في الرابط ديال الفيديو اللي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف و هادا حتى هو كناخده صراحة راهم زوين بزاف و حتى التمن مناسب فتشوفوا معي الشكل دياله عن قرب هو هادا و كين واحد اخر حتى هو كناخده غير الفرق ان هادا هكا دقيق اللي ارتب ماشي بحل اخر اللي فيها كاكل اللي ما زال بالنخالة دياله و هنا العجين ديالي خليتها ارتاحة لمدة ديال الخمسات دقايق كان اكد انها غير تاحت من نشي خمرات هنا غادي نقسمها لكورات اللي غادي يبقى الحجم ديالهم على حسب الرغبة ديالكم وش بغيتو هاد المخمار ديالكم بغيتو يكون كبير متوسط او صغير هنا انا حضرتو هاكا شوية كبير وبطبيعة الحال الى بغيتو يديرهم يديرهم صغير او متوسطين على حسب الرغبة ديالكم و هادي نبدأ نشكل الكورة بهذا الشكل هذا من اللي غادي نشكل جميع الكورات و نحاول انهم هاكي يجوني متساوين باش يجيني البطبوط هاكا قدبع دياله غادي نمررهم في الدقيق ديال الفينو بحالكا نمررهم كلهم في الدقيق ديال الفينو و مباشرة غير غادي نقدهم غادي نمتن بسطهم ما غاديش نخليهم يرتاحوا او يخمروا فغير نشكلو الكورات كلهم غادي نبدو نبسطوهم و الى درتو العاجين بالدقيق الابيض والدقيق ديال فينو فقط فكتبقى نفس المراحل و هنا من اللي سالية الكورات شكلتم هاكا و مررتم في الدقيق ديال الفينو غادي نمتن بسطهم كنرج سطح العمل بالقليل ديال فينو هاكا باش ما تلسقش لي العاجين فق سطح العمل و نبدأ كنبسطهم كنعاون هاكا بالمدلق باش بسرعة كنبسطهم و نقعدهم نحاول انه هاكا نبسطهم رقاق ما نخليهم شغلات الى خلينا العاجين هاكا غليدة فما غاديش يتنفخوا لنا ملي غادي يكونوا يطيبوا فغادي نوريكم هاكا السمك ديالها فكتجيب حالكا و بنافس الطريقة غادي نكمل الكيمية اللي عندي كلها غادي نبسطهم و ملي كانبسطهم كان ذرهم فوق Τا olur من هذا يفهم جلني من يختبئهم شغلات عهما أفضل فواهما نحاول رقا ممتى كذلك نحاول ما بجلبهم ما نخليهم اشتاني حتي يخمروا بثاف فغادي تشوفوا معي الشكل ديالهم اللي غادي يخمروا هنا أنا غادي نديرهم كلهم هكا فوق من ديل بتبعية الحالة جيكون نقي وتشوفوا معي أن السمك ديالهم ما خليشو شغلات وهنا من اللي خمروا فهدا هو الشكل ديالهم كنقيسهم هكا بالإصبع ديالي وكترجع تطلع العجين ملي كتخمر العجين فغير كنضغطو على الجوانب ديالها إلا ضغطنا على العجين وحيدنا هكا الإصبع ديالنا ورجعت طلعت سوف يدك الساعة كنبدو كنطيبوهم ما نخليهم شي طيبو كتر من اللقياس وبالنسبة لطريقة ديال طيب ديالهم فالمقلة خاصها تكون سخونة وبالنسبة للنار كتكون فوق متوسطة إلا درتوها همهيلة بثاف رهما غادي شي تنفخ لكم فالمقلة كتكون سخونة كنحط هكا العجين غير كنحسبيا هكا شدات راسها من التحت كنقلبها وكنبقى هكا كنقلبها على الجوية هكا بشوج حتى كيبدا كيتنفخ بهد الشكل هذا وديك الساعة راه كنبقوها كنقلبو فيها باش كتتتحمر ومليك التحمر من الفوق ومن التحت كنوقفها على الجناب وكنبقى ندورها هكا باش طيب ليحتى من الجوانب ويجوا محمرين وبنفس الطريقة تنكمل حتى كنسالي الكيمياء اللي عندي كلها بالنسبة للمقلة تقدروا تطيبو في اي مقلة عندكم اما هكا تكون تقيلة او لا شوية خفيفة وهذا هو الشكل دياله من اللي طاب ووجد كيجي هكا خفيف ومهوي انا راه هنا درت الحجم دياله كبير بغيتوا تديرو الحجم دياله صغير ديرو وكيجي هكا رقيق بالنسبة لك تبغي البطبوط يكون شوية غلط فغادي تشوفوا معايا الفيديو اللي غادي نخلي لكم مرابط دياله في صندوق الوصف رحته هو رائع بصف وصفة اللي ناجحه وجربوها بصف ديال الاخوات فكانت هذه هي الوصفة ديال اليوم كانت سمنتنا الاعجاب ديالكم وان شاء الله نتلقاه في صفات اخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة